معنا حول هذا الموضوع مراسلنا في ريفي حما عدي سطوف عدي أرحب بك ما طبيعة المعركة التي أطلقها اليوم خمس فصائل عسكرية في ريفي حما مساء الخير مؤمن لك وليا السادة المشاهدين في الحقيقة أطلقت اليوم عدة فصائل عاملة في ريف حما الشمالي منها حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش العزة وجيش النصر والفرقة الوسطى التابعة للجيش السوري الحر بالإضافة إلى جيش النخبة أطلقوا معركة اليوم الهدف من هذه المعركة كالمعلومات الأولية هو بسبب الارتداءات المتكررة من قبل قوات النظام على المناطق وبسبب الخروقات المتكررة من قبل النظام خروقات الهدنة أقصد بها بدأت اليوم من استهدافات متقطعة للجيش الحر على نقاط قوات النظام في بريديج وفي تل الصخر الهدف الثاني من هذه المعركة هو السيطرة على منطقة بريديج ومنطقة كرناز في ريف حما الشمالي بالإضافة إلى نقطة تل الصخر الاستراتيجية أيضا في تلك المنطقة قام اليوم الثوار باستهداف هذه المناطق بعدة قذائف مدفعية وبصواريخ الجراد بالإضافة أيضا إلى تدمير قاعدة ميمدال بصاروخ تاومي قبل الفرقة الوسطى على قاعدة بريديج العسكرية تلاها مؤمن استهدافات متكررة لقوات النظام بالطيران شنى اليوم الطيران الحربي أعتى غاراته على ريف حما الشمالي بشكل عام من أهمها مدينة كفرزيتا ومدينة ألطامنة بالإضافة إلى طيبة الإمام والإحميرات بالإضافة إلى قرية التوبة وتلهواش أيضا في ريف حما الشمالي شنى عدة غارات بالصواريخ الفراغية بالإضافة إلى الطيران المروحي شنى أكثر من غارة بالبراميل المتفجرة بالإضافة إلى الغام البحرية أيضا الطيران الروسي شارك في هذه الحملة العتية على مناطق ريف حما الشمالي هي تستاذف كل من المناطق المذكورة بالصواريخ العنقودية والصواريخ الارتجاجية شديد للانفجار حملة اليوم شرسة على مدن وبلدات ريف حما الشمالي من قبل الطيران الحربي والمروحي نعم عدي قادة الفصائل أو المتحدثين باسم الفصائل رفضوا الإدلاع بأي تصريح وتكتم علامة حول المعركة لكن وفق مجريات الأحداث وفق الحديث الدائر في ريف حما هدف هذه المعركة بالضبط ما هو؟ يعني أتوجه نحو ريف حما الشمالي الغربي أم ريف حما الشمالي الهدف بالتحديد؟ في الحقيقة مؤمن كما ذكرت قد الفصائل والمتحدثين باسم الفصائل لم يذكروا بشكل مباشر ما هو الهدف من المعركة ولكن كما هو الملحوظ على الواقع أو على الأرض الساحة هو الهدف منها السيطرة على المدن والبلدات المحتلة من قبل قوات النظام في ريف حما الشمالي الغربي والتوجه والتوغل باتجاه ريف حما الشمالي الغربي نعم طيب ما أهمية هذه المناطق والقرى في ريف حما الشمالي الغربي بالنسبة للثوار والنظام أيضا؟ في الحقيقة مؤمن بالنسبة للمناطق من أهمها مدينة كرناز تعتبر نقطة تواصل بين مناطق سيطرة قوات المعارضة أو قوات الجيش الحر واختلف القوات الأخرى وبين مدينة أسقلبية التي تعتبر أكبر خزان بشري يفصل بين مناطق أو هي تتبع للطائفة المسيحية يفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام أو الخزان البشري الكبير للنظام ومناطق سيطرة العلويين أو جبل العلويين في الغرب لمحافظة حما وبين الريف الشمالي لمحافظة حما شكرا جزيلا لك عدي سطوف مراسلنا في ريف حما شكرا لك